بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم معكم سلوى السجاع هنبدأ كورس جديد النهاردة وهو كورس المحادثة Conversation Course طبعا كورس المحادثة مهم جدا لأنه بيحتوي على مجموعة من الديالوكس المهمة اللي ممكن تفيدنا في الامتحان احنا عندنا ثلاث نقاط في الفيديو بتاعنا هنقشهم أول حاجة الموقف والمحادثة دي مثلا إيه الموقف بتاعها؟ إيه الأسئلة اللي هتتسأل في الموقف ده؟ وإيه الإجابات اللي ممكن نجاوبها؟ طبعا احنا النهاردة أول موقف معنا أو أول حوار معنا هيبقى عن أول يوم في المدرسة فهنشوف إيه الأسئلة اللي ممكن نسألها في الموقف ده؟ وإيه الإجابات اللي ممكن نجاوبها الحوار نفسه طبعا الحوار هنقرأه وهتشوفه في فيديو وبعد كده هنعمل عليه اللي هو التمرين على الحوار طيب التمرين يعني مثلا هنقول إزاي الحوار ده يجينا في الامتحان؟ لو أنا حزفت أسئلة والردود بتاعتها موجودة عندي إزاي يعمل السؤال؟ إزاي يكون الإجابة؟ وهكذا زي ما قلنا الموقف موقف المحثة إزاي هسأل الأسئلة؟ وإزاي أرد على السؤال المطلوب مني في هذا الموقف؟ طبعا دي حاجات مشهورة جدا بنعملها في الموقف ده إيه هو الموقف اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة اللي هو The First Day At School أول يوم في المدرسة For Anyone لأي واحد مثلا واحد منقول من مكان إلى مكان فده أول يوم منه في المدرسة أو Institute اللي هو المعهد فطبعا شخص تاني هيسأله هيقوله What's your name؟ إسمك إيه؟ هيقوله My name is طبعا هنا عشان أقول You're أول ما أشوف You're على طول في السؤال لازم أجبها بMy يبقى My name is سواء كان بقى مذكر أو مؤنس هحط هنا أي اسم علي مونا أحمد الأخير Number Two هيقوله Nice to meet you من اللطيف جدا أن أراك أنا سعيد جدا برؤيتك هحط نفس الجملة دي هيها هقوله Nice to meet you too يعني من اللطيف أن أراك أيضا يبقى أنا مزودتش حاجة غير كلمة to في آخر السنتنس What grade are you in؟ أنت في سنة كام؟ الإجابة هيقوله I'm in grade طبعا هنا I'm in grade أنا عاملة هنا space عشان هحط أي حاجة يعني أنا في سنة أو في الصف الكذا لأن are you هتحول إلى I am على طول لأن اليو هجبها I في الأول والآي بتاخد I am في verb to be في المضارع يبقى I'm in grade وهكمل out 6 to إلى آخر طيب سألوا سؤال تاني What school subject do you like؟ إيه المادة الدراسية اللي أنت بتحبها؟ طبعا هنا السؤال في present لأنه عندي هنا do الإجابة على طول سمع الشبتر ويقوله I like يبقى أقول هنا I like وأي مادة بعد كده ممكن أقول I like English I like Arabic I like math إلى آخر بداء الحاجات دي اللي إحنا جبناها في الأول دي علشان تساعدنا إن إحنا نعمل conversation بتاعتنا بطريقة صحية The dialogue الحوار نفسه Listen to Ali who is talking to a new student in his first day at school or in institute هو هنا طبعا في أول يوم له في المعهد in institute علي بيكلم طالب جديد في أول يوم له في المعهد أو في المدرسة فيقوله I like Ali Hello my name is Ali What's your name؟ أنا اسمي علي إنت اسمك إيه؟ فعمر بيقوله My name is Omar I'm new in this institute Nice to meet you فيقوله أنا اسمي عمر أنا جديد في المعهد ده من اللطيف جدا أن أراك فعلي هيقوله Nice to meet you too Where are you from Omar إنت منين يا عمر؟ فهيرد يقوله عمر بيقوله إيه؟ I'm from ناجة حمادي أنا من ناجة حمادي تمام؟ يبقى أنا عندي هنا الكوستشن Where are you from؟ أمر قاله I'm from ناجة حمادي علي سأله سؤال تاني What school subject do you like؟ فعمر قاله I like English إيه المادة الدراسية اللي انت بتحبها يا عمر؟ فعمر رد قاله I like English أنا بحب الإنجليز علي Which YouTube channel do you follow؟ فعمر قاله سأله إنجليز القناة اللي انت بتتبعها قاله سأله إنجليز طيب علي Great What grade are you in؟ أنت في سنة كام؟ فعمر هيرد علي يقوله I'm in the second secondary grade أنا في سنة تانية سنة فعلي هيرد علي يقوله me too أنا كمان I hope you enjoy your time أتمنى أن أنت تستمتع بوقتك فعمر في الآخر شكره وقاله thank you Now watch this video and listen carefully to the conversation between Ali and Omar who is a new student in his institute and come back to me Hello My name is Ali What's your name? My name is Omar I'm new in this institute Nice to meet you Nice to meet you too Where are you from Omar? I'm from Naga Hamedi What school subject do you like؟ I like English Which YouTube channel do you follow؟ Sawa Anglesi Great What grade are you in؟ I'm in the second secondary grade Me too I hope you enjoy your time Thank you هنشوف ازاي داي جينا في الامتحان ودا تدريب جويس جدا على الامتحان لو جاتلي محاكثة في الامتحان اعمليه ايه الخطوات اللي نتابعها علشان احل المحاكثة كويس في الامتحان اول حاجة اعملها اقرأ العنوان كويس جدا وافهمه فالعنوان هنا بيقول لي The title is Ali is talking to a new student in his first day at school وعلي بيكلم طالب جديد في المعهد بتاعه في اول يوم له في المعهد طبعا هنا دي اول حاجة احنا قرينا العنوان كويس طيب ايه بقى نومبر 2؟ نومبر 2 read the whole dialogue يعني اقرأ كل الحوار بالكامل مش معنى ان انا شوف سؤال اجاوب عليه على طول لا ده ممكن تكون الاجابة دي غلط لو انا ما فهمتش الديالوج كله ممكن الاجابة اللي انا حطها تبقى غلط يبقى نومبر 2 read the whole dialogue هقرى الديالوج بالكامل طيب نومبر 3 هبص على الزمن انا عندي هنا for example بيقولي my name is Ali ما هنا present يبقى انا المفروض ان انا اجيب ايه الازمنة او اجيب كل sentences هتحطها في present الا يعني في بعض الحاجات هتحتاج لل past بزدها على حسب معنى الجمل اللي موجودة معي طيب ايه بقى نومبر 4؟ نومبر 4 انا طبعا هنا ببص على space الفراغ اللي هو من الدهون لقيت question mark يبقى ده question طيب لقيت full stop يبقى دي ايه answer يبقى دي اجابة طب هل الاجابات بتختلف؟ ايوة طبعا بتختلف انا عندي هنا ممكن question يكون helping verb او guiding verb بالفعل المساعد الرد عليه بيبقى yes او no طبعا هنا لو فيه اجابات اه اللي هي الاجابة الكاملة يبقى انا محتاجة احط سؤال WH word اللي هي اداة الاستفهام اللي بتبدأ بال WH word مثلا when where الاخر اوكي يبقى دول اربع حاجات لازم اراعيهم كويس جدا وانا بحل الديالوج خلاص احنا كده شاهدنا الديالوج وسمعناه كويس في الفيديو دلوقتي هنحل على طول لان احنا خلاص قرناها قبل كده hello my name is ali فطبعا قال له my name is omr بديهيا كده هيسأله اسمك ايه على طول هيقول له هنا ايه what's your name طيب ما اسمك اما قبل حد وعايز اتعرف عليه طبعا هقول له what's your name ما اسمك عندي هنا your هتحاول الى my في الاجابة my name وهجب verb to be في المضارع تبقى is my name is omr ما ينفعش اقول my name are لان name طبعا singular يعني مفرد وعلى طول هجب verb to be في المفرد هي بقى is خلاص ادي كده اول question معانا I am new in this institute انا جديد في هذا المعهد nice to meet you لاستقيلين طبعا في situation اما حد يقول لي nice to meet you على طول بديهيا هقوله nice to meet you too يبقى كل اللي هضيفه هنا كلمة two at the end of the sentence كلمة two في اخر الجملة اديتني ايه المعنى المضبوط اللي انا عايزة طيب question اللي بعد كده قاله where are you from omr انت منين يا عمر فقال له I am from ناجة حمادي لو انا عبقى سيبت space هنا وقلت لك هنا ايه I am from ناجة حمادي طيب هتعمل السؤال ازاي او هتكون السؤال هنا ازاي ينفع اقول where do you come from لا ماينفعش في الجملة دي او ماينفعش السؤال ده ليه لانه هو في الاجابة ما قاليش I come from ناجة حمادي ده هو بيقولي I am from ناجة حمادي يبقى معنى كده where are you from خلي بالنا عشان في ناس بتطلقبط في الحكاية دي اما اقول where are you الاجابة على طول هقول I am from ناجة حمادي لكن where do you come from ده سؤال في present برضو بس الفرق ان ده present simple اللي هو where do you come وده where are you ده اسمه verb to be in the present يعني verb to be فعلي يكون في المضارع فالردود عليهم بتبقى مختلفة لما اقول where are you هقول I am ال you هتحول ل I والر هتبقى طبعا am عشان I بتاخد am هقول I am from ناجة حمادي لكن هو قالي where do you come from هقوله I come from ناجة حمادي بيقوله هنا I like English انا بحب الانجليز طبعا السؤال هنا هيبقى في ال present برضو احنا بنراعي الاجابات انا عندي الاجابة في ال present يبقى السؤال في ال present يبقى هيقوله هنا ايه what school subject do you like what school subject do you like what school subject do you like طبعا عمناها ازاي هو بيقوله انا بحب الانجليز يبقى ايه هي المادة الدراسية اللي انت بتحبها كونا السؤال ازاي قونا what school subject ما المادة الدراسية بعد كده الفعل المساعدة اللي هو helping verb verb to do يبقى do علشان عندي you في الجمع يبقى what school subject do you وقبت الفعل like يبقى what school subject do you like فرد علي ايه قال لي I like English هو ممكن يقول اي مادة تانية غير الانجليزي يعني مثلا ممكن يقول I like Arabic I like math I like social studies etc طيب what grade are you in انت في سنة كام طبعا انت في سنة كام هيرد علي يقول له ايه برافو انا سمع حد بيقول لي هنا are you هتحاول الى I am برافو كده يبقى هقول I am in وهول اي grade I am in the second secondary grade واحد تاني يقول لا I am in the first secondary grade اوكي هو طالما مش محدد عندي اي صفة دراسية المفروض احطه فانا بحط اللي انا عايز طيب رد علي قال له هنا me too I hope you enjoy your time وانا كمان اتمنى ان انت تستمتع بوقتك هنا في المعهد بتاعنا فهيرد علي في الاخر thank you يعني شكرا لك